جداً لكن إيه المطلوب بقى من نادي الأهلي الفترة اللي جاية؟ مطلوب من نادي الأهلي أنه هو يركز وأنه هو يشتغل على المطشين اللي جايين عنده علشان عنده مطشين مهمين جداً واحد مع طنطة واحد مع المقاولين بست نقاط يفرقوا معنا في البطولة المحلية تاني لازم نفرق ما بين البطولة المحلية والبطولة الخارية والبطولة الأفريقية زي أي فريق في العالم ما بين الدوري المحلي ودوري الأبطال أو الشامبينز ليج الأفريقي في كل أوروبا أكيد في فارق شاسع ما بين بعض الفرق في المحليات وأيضا في الأمور القرية لكن المطلوب التركيز ثم التركيز ثم التركيز والاجتهاد والتعب الأمور دي كلها لما بتحصل ربنا بيكرم وربنا بيوفق ممكن يكون غاب عننا التوفيق النهاردة ممكن يكون أمور فنية هتكلم فيها مع حضراتكم مع أو على لسان مستر نيفايلر هنتكلم فيها وممكن نعرف الأسباب أو ممكن نقرب شوية من إيه الأمور اللي كان سبب فيها تعادل النادي الأهلي وأن النادي الأهلي بالرغم من أن الخصم أو المنافس إلى حد ما أو زي ما الجماهير بتوصف فريق براتيني وأنه فريق ضعيف ممكن نشوف بعض القصور أو بعض العلامات السلبية اللي ممكن تكون أثرت على النادي الأهلي خلال المباراة لكن المطلوب الجهد والتركيز في المرحلة المقبلة وننسى المباراة خلاص مباراة وانتهت وقفلنا عليها زي ما احنا بنكسب وبنقفل على المباراة بعد ما بنحتفل بـ 24 ساعة زي ما احنا خلاص بنقفل الصفحة بعد أي مباراة فيها تعادل أو فيها هزيمة علشان نركز في المباراة اللي بعدها تلات لقاءات مهمين جدا مباراة طنطة والمقاولين والنجم الساحلي نجم الساحلي